السؤال بعد كده سؤال جاننا برضو وبيقول خطيبة ابني ممكن هما ناس فقراء خطيبة ابني ناس فقراء هي وأهلها هل ممكن تديهم زكاة المال زكاة من المال بتاعتي ده سؤال حسن جدا جدا لأنه ممكن يختلط على الناس خطيبة ابنك غير ابنك خطيبة ابنك ده ليست من فروعك ولا من أصولك لكن خطيبة ابنك هي وأسرتها دولة ناس لا يجب عليك النفق عليهم اللي بيتمتنع أن احنا نديهم الزكاة هم انتجب نفقتهم علينا خطيبة ابنك مش مما انتجب عليك نفقتهم ولذلك إلا حاصل إلا حاصل ببساطة وبيوس إيه اللي حاصل إني يجوز أن انت تدفع ليهم الزكاة بس بشرط إيه؟ بشرط الأولاني أن هما يكونوا من الأصناف التمانية يعني يكونوا فقراء إنت حذيك قلت على قد حالهم فيجوز أن انت تدفعي ليهم الزكاة الأمر الثاني أني لما أدفع لهم الزكاة توصل إليهم ما يكونش أنا بدفع الزكاة مثلا وديها لابني عشان يشتري لها حاجة لا أنا لازم أدفع لهم في إيديهم وهل لازم بقى السؤال بقى اللي بيجينا كتير وبيسألون عليه الناس كتير أنا بخاف أكثر خاطر الناس وهل لازم لما أدفع الفلوس للناس أقول لهم أن هي دي زكاة الحقيقة مش لازم مش لازم لأن فيه ناس بيكسك خاطرها لما أقول لهم أن الفلوس دي فلوس زكاة يبقى الحل هو يبقى أن أنا أدي لهم الفلوس دي من غير ما أقول لهم أن هي فلوس زكاة يبقى إذن دول حاجتين لازم أعملهم إن أنا أشوف الأول هم من أصناف التمانية ولا لا تاني حاجة إذا كانوا هم من أصناف التمانية أدي لهم الفلوس في إيديهم مش أديهم لحد يعمل لهم بها حاجة لا أنا أدي لهم الفلوس في إيديهم